تونس تونس يد وحدة المؤسسات التي تمر بصعوبات قانون يعود إلى 2005 تم تنقيحه في مناسبتين نظرا لعدم ملأمته أو تلأمه مع الواقع نظرا لأن عدد من المؤسسات استغلوها القانون هذية لسلاحهم للتهرب من الخلاص ما تخلد بذماتهم من ديون اليوم القانون هذا معروض للمصادقة خليني نقاش هل نسأل أولا ما معنى مؤسسة تمر بصعوبات مؤسسة هي كائن حي وكما كل كائن حي لها مرور بفترات انتعاشة وفترات صعوبات فالمؤسسة إذا كانت تمر بصعوبات ممكن السوق متاحها ليس بمعدل ودخول البضائع من كل الأماكن هي التجارة الموازية ممكن سبب من أسباب وضع المؤسسة الصناعية أو التجارة في صعوبات قداش عدد المؤسسات اليوم تمر بصعوبات نعطينا أرقام اليوم نعديه لخمسمائة وخمسين مؤسسة معناها تولي قاعدين معناها في الجملة معناها وشي قاعد يتكاثر شيئا فشيئا بصعوبات اللي نموجودين أحنا فيها كبلاد تونسية بعض الثورة خاصة لأنه نعترف بالصعوبات للبلاد يجب أن نعترف أيضا أنه فيها صعوبات أيضا للمؤسسات بكأن حي يتحرك ويزول وينتعش وربما يموت وهذا على المجموعة الوطنية نعم أن تتحمل تكلفة هل المشاكل اللي تمر بها وصعوبات تمر بها المؤسسات معناها اليوم خلينا سألك وهذا معناها كل مرة كل ما قطاع يمر بأزمة قطاع نحكي عن القطاعات الخاصة لابد من تدخل الدولة بالتخلي عن جزء من ديونها أو كذا أو معنا ديون البنوك ولا غيره لصالح هذه المؤسسات والأداءات للسندوق لصندوق السينساس لصالح إنقاذ هذه المؤسسات ومواطن الشغل خلت بعض المؤسسات وعدد منها تستعملها كتعلة للتهرب من خلاص ديونها للسينساس ولا للبنوك هذه الوضعية اليوم ويأتي بعض المواطن هو ليدفع الخسار الشيء ذو يحفظ ولا يقاس عليه لأنه لما نحسب أحنا المؤسسات التي تلتجأ إلى بعض منها إلى هذا القانون كما يقال ولكنه لما يقال يجب أن نقرج أرقام ما تعديش الواحد في المئة من المؤسسات التي تلتجأ بطريقة طريقة ممكن غير واضحة أنا مش هذا مش هذه هي النظرة التي يجب أن نعملها نحو المؤسسة أنا يظهر للدولة لما تضع قانون تشجيع الاستثمار هي وضعته بكل الحوافز بتاعه وفي ذلك الحوافز وسيلة من وسائل الإنقاذ لما تمر المؤسسة بصعوبات فإذا دولة حطت الامتيازات ما هوش أنا نتصور وأنه هذا دور الدولة لأنه هي اللي عملت كمؤشر قانوني باش المؤسسات تبعث وتخلق لخلق المشاريع خلق المواطن الشغل وخاصة الأكراسانس معناها هي النمو للبلاد أو جهويا في نفس الإطار 2767 مؤسسة التجئول القانون هذية متاع عام 95 منذ الموسادق عليه عام 95 نعم 95 24 2784 شركة القاو اتفاق الأمياب المعنيها 1437 هذه أرقامكم مشاول معناها للقضاء للقضاء و 743 مؤسسة معناها أعلنوا الإفلاس و 600 أخرين ما زالوا في سدد الدرس معناها هذه الوضعية هي 500 ولا 600 اللي قتلك عليهم هذا هو الرقم لكن معناها يجب أن نحطوه في إطار الموضوع أولا وقبل كل شيء بيني وبينك المتدخل هي الدولة والمتدخل أيضا كبنك المركزي ما ننساوش وأنه البنك المركزي هو ظلع من أغلاع النمو الاقتصادي وبناء المؤسسة لأن البنك المركزي في نفس الوقت مش قاعد يلعب في الدور بتاعه كامل في لا الإحاطة بالمؤسسة التي تشتر من تلك الصعوبات مع هذا القانون 95-34 اللي هو أنا نجم أقول وأنه رائد ومكسب من مكاسب الدولة التونسية من اللي سيادت قلته من 95 ومن قبل 95 إلا أنه لو سمحت إلا أنه البنك المركزي لما تعمل ترقيم المؤسسات التي تشتر بصعوبات التي تشتر بصعوبات الترقيم بتاع ذلك المؤسسة عند البنوك وقت لتعمل برنامج انخراج وإنقاذ معاش تلقى وسيلة للتمويل بتاعها هذه غلطة من غلطات اللي أحنا معناها ما لقنا لاش حل مع البنك المركزي لأنه نجم قلت حتى فما سببه اللي هو اليوم معناها موضوع دراسة في مجلس النواب مجلس الشعب معناها تتصور الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ليس بممثل في في مجلس إدارة البنك المركزي منذ خمسة وستة سنوات لإيجاد حلول الاستثمار وحلول التشغيل هي الاتحاد الصناعة والتجارة لأنه 54 و 55% اليوم معناها على كاهل المؤسسة الخاصة اليوم إذا كان ما نعملوش وسائل إنقاذ مهما كان الوزن اللي ممكن بش نوصلوله لكن في نفس الوقت يزبون نتحملوا مسؤولياتنا ووقت لبش نبعثوا مؤسسة نخليولها وسائل الإنقاذ ووسائل الدعم في نفس الوقت فما نقطة أخرى اللي هي مهمة برشا اللي هي علش إسراع بهذا القانون في برمجته في الوضع هذا ليس بهذا الوقت أحنا اليوم معناها مجالة تجيع الاستثمار كان من المفروض وأنه هي اللي تمر قبل هذا المشروع حتى بعد يكون متلأمة بارك الله فيه معناها لو تباش باش لأموه وقت اللي نعمله القانون هذا قانون معروض منذ 2013 ونقشته مع الصورة أنا ذاك ما نقشناه هذا هو الإشكال لم نناقشه كانت عندكم جلسة في 2015 في 2015 أحنا لعمناها في 2015 لأن القانون كان مسقط علينا وعملنا يوم دراسي في هذا الموضوع في 2015 وإحنا تمنا الدراسة هذه من 2015 إلى اليوم وتكلفتنا معناها مبالغ كبيرة جدا في دراسته وكنا نتصور وكنا نتمنى ونتمنى إلى الآن وأن هذا القانون أو هذا المشروع الذي هو معناها في صدد النظر في البرنامج معناها متاع غدوة في المفروض أنه كان يمر اليوم على الجلسة العام على الجلسة العام متاع غدوة يوم الإربعاء بصراحة كنا ناخذوا أكثر وقت ونحكيوا فيه وهذا معناها وعد وين مشاكل فيه شو المشكل معناها مشاكل كبيرة جدا وجمع نعطيت واحد منها أو اثنين أو ثلاثة لو سمحت سي حمزة هل نتصوره وأنه أولا هو الوضع استثنائي اليوم في الحالة الاقتصادية في البلاد وإحنا لكنا نعترف حتى من الشركات الدولية والمؤسسات الدولية صناعية أو تجارية أو غيره هي تشكو بصعوبات معناها يجبنا نضموا كل المؤسسات التي تشكو بصعوبات ونعترف ونحاول أن ننقذها هذا الموقع الموقف لول بتاع الاتحاد صناعة وتجارة اثنين يجبنا نعطيه الوسائل للتموين البنوط البنوط يجبنا تلعب دورها اليوم لإنقاذ أو لإحاطة بالمؤسسات بمعناها أكثر جرأة وأكثر شجاعة ثلاثة هل نتصور أنه الدائنين لما يمثلوا أكثر من خمسين في المئة من هو الدائن الأكبر دائن في المؤسسة التي تشكو بصعوبات حسب رأيك سيد سيد الحمزة هي البنك هي البنك ببنك مع تحياتي يلزنيننا حمزة البلومي تحياتنا البنوط الكل اللي لعب دور وما زالت تلعب دور وما زالت قاعد تلعب في دور البنوط ومكلة في تونس ولكن ماذا بنا نوصلوا إلى نقطة وسط شو معناها لما الدائن اللي هو يتمثل في البنك ويعدي الخمسين في المئة المؤسسة ببرنامج إنقاذ مقبول من أطراف الكول إلا لا قدر من الطرف البنكي يمكن اللجوء إلى تفليس ذلك المؤسسة مهما كان رقم معاملة بتاحة رقم معاملة بتاحة ومهما كان برنامج الإنقاذ بتاحة ومهما كان رقم المؤجرين اللي فيها هل هذا ما أقول إذن إحنا شي لزمنا نعمل لزمنا نمشيوا للوسط وإحنا اليوم شو الوسط شو الوسط الوسط هو أنه نحكيه مع بعضنا ونتفقه ونقصه من الوطأ الكبيرة اللي عطاها هذا المشروع أو القانون هذا إلى المدين الأكبر اللي هو يتمثل في البنك أنت تعرف حجم الديون عند المؤسسات ورجال الأعمال واليوم عند البنوك العمومية والسيانساس والبنوك الخاصة عندك الرقم أو لا ما عندكش سيكمال باليغلان لا تفضل أعطيني الرقم نعم فور رقم نعم فور الرقم قداش إذا تقولي 3000 مليون دينار أنا نقوله يتجاوز ذلك يتجاوز ذلك أنا نقسموهم سيدي على شكل المؤسسات التي تشترك هل هي مؤسسات خاصة ولا مؤسسات عامة لا نحكيه على المؤسسات الخاصة المؤسسات الخاصة المؤسسات الخاصة ما يتعداش لـ 1500 مليون دينار والأرقام موجودة في الدراسة هذية اللي عملناها وهذا عليش كنا نتمنى بكل معناها معناها تفاعل مع هذا المشروع كنا نتمنى وأنه نحكي مع بعضنا ونرجع إلى طاولة طاولة الحوار بش نمرر قانون يتلائم مع حالة المؤسسات وهو هي نمشي بيك الكلمة اللي هي بالفرنسية للتنازية اللي هي يعنيها كأننا بش نقتل نقتل مؤسسة وهذا ممنوع حتى في الدين الإسلامي تتصور أنت في عقلك وأنه لما نقتل لا عند علاقة عند علاقة وقتلي المؤسسة المؤسسة يكين حي المؤسسة وعند راجل أعمال اللي هو خذاش جرأة متاعه تغازل في النهضة تغازل في النهضة تغازل في النهضة رميت لهم الكورة اللي بشي صادقوا غدوة في مجلس النهضة نهضة مقتنعين بهذا بهذا الحديث اللي أنا نتحدث فيه لأنه يعرفوا وأنه قوة قوة الاستثمار في تونس هي من القطاع الخاص أما هذوم المؤسسة لو كان يخلصوا المليار ونص اللي تحكي عليهم واللي هما أنا أنا حسب معطياتي هو أكثر وانت تقول مليار ونص سيدي بارا نمشيه في مليار ونص 1500 مليار من مليماتنا زادة كيف كيف يحركوا البنوك التونسية وينعوشوا البنوك اللي اليوم عدد منها في حالة إفلاس وخاصة البنوك العمومية اللي الدولة عملت لها إعادة رسملة بسبب عدم خلاص الالتزامات وهالقانون زادة من متاع 95 اللي هو أسباب واحد من الأسباب ما هي الأسباب التي جرت بالمؤسسات لأن تشتروا بصعوبات وهي زادة تجارة الموازية وهي عدم احترام القوانين على الحدود هذا زادة عنده قيمة برئيس روليوم الـ 54 و55 و56 في المئة من التجارة أصبحت موازية من سوق شلون هذا هي سوق المؤسسات التي تشتروا بصعوبات ودور البنك المركزي اليوم هو زادة أيضا في نفس الوقت بش يلزموا يردع ويعمل التوازن بين الرأي للبنك والرأي المعقول والمتساعد سيكمال بن يغلين أنت ممثل على الاتحاد صناعة وتجارة وتجارة تقليدية مكلف بقانون إنقاذ المؤسسات إيجا نرجع فشنو المطلوب المطلوب وأنه بصفة عامة يريد لو نرجي أو نأجل الحوار في هذا المشروع أجل المناقشة المناقشة دمناهم والحمد لله والوخيان استجيبوا إن شاء الله يقع القبول للاقتراحات بتاعهم اللي بش يعملوهم حسب الدراسات اللي أنا قمنا بها واللي هما بنفسهم كنواب مجلس الشعب معناها قاموا بدراساتهم ومقتنعين بعديد عناصر من عناصر هذا المشروع المطروح على مجلس النواب شكرا لكسي كاميل بني أغلين بارك الله فيك مكالف بقانون إنقاذ المؤسسات بالاتحاد تونسي الصناعات الجارة والصناعات التقليدية شكرا جزيلا لكم